ثمن الرئيس الكني ويليام روتو رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومة الوكالة الأفريقية للتنمية النباد بشكل فعال والتي جعلت النباد تحقق إنجازات خاصة بأجندة 2063 وخلال كلمته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنصيقية للاتحاد الأفريقي وجه روتو الشكر للرئيس السيسي على نجاح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ وأنا أثني على معالي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات بالشكل فعال والتي جعلت النباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقري وأيضا أريد أن أشكر السيد الرئيس السيسي لنجاحه في استضافة قمة المناخ السبعة والعشرين والخاصة بالمثاق المناخي للتبع للأمم المتحدة في شهر الشيخ في شهر نوفمبر من العام الماضي وقد كان هذا القوب أو قمة المناخ التي عرضت إلى العالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا وساهمت أيضا في حل أكبر تحدي وجودي يواجه الإنسانية ألا وهو التغيير المناخي